السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنار وستوري جيمير معكم اليوم مقطع جديد انا في هذا المقطع راح يكون عن مقطع الستاب الأسطوري والستاب الخرافي جدا فبتماني بالما نبدأ دعمكم باللايك واشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين وصلونا عدد لايكات كبير اذا حابين نستمر بهالنوع من المقاطع ما بعرف اذا كنا ممكن نسميه فلوغ او ممكن نسميه شي تاني لكن انا بعرف ان الفلوغ يمكن لازم الواحد يروح لبرات البيت او يروح لشي مكان لكن بشكل عم بتمنى يكون مقطع حلو ويعجبكم كتير ناس عب تطلبوا مني بالفترة الاخيرة فاتغطوا على زر لايك وصلونا عشرة الاف لايك واشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين طبعا راح استعراض لكم كل القطع الموجودة عندي بالستاب وروابط شراءة كلها ان شاء الله راح احط لكم ياها بالوصف فخلينا ما نطول كتير بالكلام ونبدأ باستعراض القطع اللي عنا طبعا الساب عبارة عن قسمين قسم للألعاب هون وقسم للأفلام هنيك فرح وارجي لكم أول شي قسم الأفلام بمانو صغير يعني مافيشي طبعا هذا قسم الأفلام تمام شايفين متل ما انت شايفين هاي شاشي من تشيبه حمسة وستين بوصه شاشي للأفلام جدا اسطورية هون مركب ايضا من هيدول عوازل الصوت عاطين شكل جدا اسطوري للغرفة فهادا قسم الأفلام متل ما انت شايفين هاي هاي الشاشة وهي القناة kanssaاختل ه possum اتبعهgeonة تبع الشاشي بحسنت ان يتحكم مثلا افتح أي شي يريب toy devoted هى من الفيديوهات القناة فمثل ما اتشايفين الشاشة جدا اسطورية وطبعا هي مكتبة صغيرة ايضا حاطت فيها شوية شغلات طبعا القسم هات لقسم كرة القدم طبعا بعد كم يوم راح بتلاقوني صورة عم نزل مقاطع من الملاعب فشوفوا للكون شي طبعا هي اول الشغلات اللي عنا عنا هون هاي الشنطة حط فيها الكرات تسع الكرتين بالضبط وهي ممكن اني ااخد فيها شغلات تانية وطبعا هي الشنطة هي مثل ما اتشايفين هي فيها ستاند للكاميرا اذا حبيت روح للملعب وصور من الملعب وهذا ايضا اذا حبيت ننفوخ الكرة ولا شي وطبعا هي الخزانة اللي عندي تمام وهون حاطت كل كرتين الاشياء اللي اشتريتها مثل ما اتشايفين طبعا انتو بتشوفوا هي بالواجهة هو بالخلف كمان فيه شغلات تانية كتيرة فهاي كرتونة الاكس بوكس وان اكس كرتونة المايك كرتونة سماعة مليون قصة يعني الماثر بورد القاتو كاملينج ومليون قصة غير عن الهواتف وغيرهم من الاصاص فهذا قسم الافلام بكل بصادر قسم جدا رائع واكتر شي عاجبيني هدول العوازل الصوت عاطين شكل جدا حلو ورا الشاشة اذا حبيت اني يفتح فيلم ولا شي شوف حتى الكاميرا يعني ملقطة الشاشة كلها ما شاء الله فشي جدا حلو هذا بالنسبة لقسم الافلام خلينا نرجع مرة تانية لقسم الالعاب طبعا متل ما اتشايفين انا هيك بكون جالس وعمصور متل ما اتشايفين هدول العوازل ايضا مركبون فانا بكون جالس بهالطريقة وعمصور طبعا هون فيه كرسي للجايمينج لونه اسود وفيه واحد تاني اللي بيستخد معادة لهو الاحمر والاسود فخلينا نورجيكم يا مع بعض فانا كون جالس بهذا الشكل وعندي الشاشة هاي قدامي وهو الشاشة التانية فهي العوازل ايضا جدا اسطورية ركبتها يا ادوب من يومين ورجتكن ياها باحد المقاطع فشاشة او بشكل عام شكل جدا حلو فعنا بداية ثان رح استعرض لكم الشاشة عندي شاشتين تمام اول شاشة من MSI ما بعرف اذا حتكون واضح معكم ولا لا لكن بشكل عام الشاشة الاولى من MSI الشاشتين هن للجايمينج عبارة عن مية واربعة واربين هرتز ومعدل تأخير ون ميلي سيكند الشاشة الاولى من MSI الشاشة التانية من سامسونج طبعا ليش طافي الشاشة التانية رح ورجيكم الان لما بنشغل الشاشة التانية شو بصير طبعا هيك مسلا ضغطت على زر التشغيل شوفوا الديسكتوب شوفوا بس شوف هيك يا الله يا الله صار عبارة انه عن شاشة واحدة فرح ورجيكم الان الشي الأسطوري رقم اثنين طبعا شايفين الماوس كيف هم تحرك هون تمام هي هون فانا زحت هيك شوي على اليمين انتقلت على الشاشة التانية فشو بتفيدني الشاشة التانية عبارة عن شو اذا كنت عم بعمل بث مباشر وحبيت مسلا اني اقرأ التعليقات بحطن على الشاشة اليمين ومسلا بلعب على الشاشة اليسار او بالعكس وايضا برنامج التصوير بس اني افتحوا من هون فبيكون شي جدا اسطوري شوفوا كيف مثلا بيحسن اني شيل برنامج التصوير واخدوا سواني ما اللي شايف قدامي واخدوا للجهة التانية بكل بساطة فشي جدا خرافي وبساعدني بشكل كبير فطبعا خلفية الايرون مان خلفية جدا اسطورية وعجبتني ومنوي اصلا اني غيرها فرح استعرض لكم بما انو حكينا عن قصة البث هيك رح نستعرض لكم قطعة كمان طبعا هاي قطعة ستريم ديك اسمع طبعا هاي شوفها انت بتضبط هاي انت عم تعمل بث مباشر مسلا انت عم تبث من السوني الان حبيت انك تاخد الكاميرا مسلا من اليمين لليسار هدول الازرار فيك تضبطوا على راحتك فمسلا بكون هون بالبث المباشر هون الكاميرا على اليمين طبعا هون مو ظاهر لاني طافي البلايستيشن اذا حبيت اني حول الكاميرا على اليسار بس بضغط الزر شوف كيف بتغط الزر هيك بتحول الكاميرا على اليسار حبيت تحول لبث البي سي تمام فبضغط هيك هيك حولت على البي سي هيك مسلا حولت على البي سي بس الكاميرا بالجهة التانية وطبعا هاد الزر ايضا جدا اسطوري بامكانك انك تكتم المايك مسلا ولا شي فبساعدك بشكل كبير بتغطي الزر كله قطعة جدا اسطور و جايبه ايضا من امازون يعني اغلب القطع ممكن تشوفوه من جابه من امازون فبهذا بالنسبة للبث رح استعرض لكم الان المايك اللي بسجل فيه فطبعا هذا المايك ايضا جديد مصر اللي عندي تقريبا 3 او 4 ايام مايك البلوياتي كنت بستخدم قبله مايك لكن ما كان ممتاز مثل هذا فهذا مايك البلوياتي وايضا مسجل المقطع هذا منه الان اخدت النسخة السوداء من امازون ايضا جدا اسطورية وطبعا حواليه بتشوفوا هاي لما بعرف شو ممكن تسموها هاي عبارة عن يعني مثل ما بيقولوا مخفف الصدمات يعني مثلا انت عادا تلعبوا على الصبت رح تعمل هيك على المكتب يعني ولا شي بالتالي ما بيطلع صوت عالي بالمايك فما بيتأثر كثير طبعا هذا مخفف الصدمات وهي القاعدة من شركة روت قاعدة بصراحة شوي غالية بس انها بتستاهل حرفيا قاعدة يعني افضل قاعدة جربتها بحياتي فهذا بالنسبة للمايك وبالنسبة للقطع خلينا ننتقل على الماوس وهذا طبعا ريموت ايضا للشاشة هداك الريموت وفي هذا الريموت هداك لانه في بحث صو لكن هدا للاستخدام العادي فهي الماوس عنا من شركة لوجيتك ماوس جي خمسمية واثنين شو اللي بيميز هاي الماوس عن بقية الماوسة في ازرار جانبية جدا كثيرة يعني لالجيمينك بتساعدك بشكل كبير سواء انا قل بتمدري شو صار له على العموم خليني اا وارجيكم الازرار مع بعض طبعا عندك هون في زرار جانبي واحد وزرار جانبي اثنين وزرار جانبي ثلاثة زرار جانبي اربعة وطبعا هاي شايفينا هاي اللي بتدور فيه تضغط على اليمين وفيه تضغط على اليس كمان بتعطيه خيارات جدا اسطورية وفيه اضافات جدا كتيرة فهذا الكيبورد ايضا ما معرف لي شيك ظاهر بالكاميرا عميش على ويتخوه مع انه هو عادي بالحقيقة لكن يبدو فيه شي مشكلة علمهم هدا من شركة اوراس مدري شو اسمه بالضبط ما لي متذكر بس انه كيبورد جدا اسطوري طبعا من هون هو معدن تمام ومن هون مثل تبقيت الكيبورده وكيبورد اكيد لالجيمينج فرح استعرض لكم شغلات تاني بالكيبورد فهو طبعا شوفوا في هاي الوضعية فيك تقلب على كذا وضعية هيك ضبطة مثلا لون واحد فيني اضبطة كذا طريقة فيني خليه يضوي تبعات ازرار الجيمينج كذا شي الكيبورد جدا اسطوري كمان فرح ننتقل على الجهة اليسرى من المكتب طبعا هون في هاي ممكن تسموه سماعات مدري شو موجود واحد على الجهة اليسار واحد على الجهة اليمين متل ما انتم شايفين وطبعا هون البلاستيشن فور بلاستيشن فور عادي من زمان جايبه من كذا السنة فما زال معي لغاية الان وطبعا هاي قاعدة اشتريتها بيمكانك تتركب عليها ال اليدين ويمكانك تخليهم يشحنوا يعني بتشيلها هيك عادي وطبعا هون في وصلة شحن متل ما انتم شايفين للايد فبتساعدك بشكل كبير تحط الايد هيك بكل بساطة وبتشحن معك فشغله جدا اسطورية هادا البلاستيشن فور وطبعا القسم اليمين شوفي يا حبيبي ما انه هون البلاستيشن فور اكيد هون رح بيكون في اللي هي الاكس بوكس وان اكس ما بعرف ازوات حمية بالميم عندكن لكن هاي الاكس بوكس وان اكس طبعا هاي الايدين تبع الاكس بوكس تمام ما اشتريتها لسه لغاية الان فهي الايد الاولى وفي الايد التانية كمان فهذا بالنسبة للمكتب تقريبا استعرضنا كل شيء على المكتب معادة شغلة واحدة بس باقي ما استعرضناها طبعا هاي هذا اسمه ميكسام هذا عبارة عن شو شو بيساعدك بالضبط هذا طبعا للسماعة اللي هي سماعة الاسترو اللي عندي رح استعرضها كمان فهي هاي سماعة الاسترو بداية اللي عندي استرو اي 40 اوضل سماعات جيمينج جردتها بحياتي جدا اسطورية طبعا هاي شو بيساعد بالضبط يعني مثلا انت عم تلع لعبة مثل فورتنايت واجاك شخص من على اليمين بيخليك تسمع من السماعة اليمين الشخص لاجاك فبيكون شي جدا اسطوري وبيساعد وبنفس الوقت ممكن يحسن لك من جودة الصوت فهاي القطع وطبعا خلصنا تقريبا من كل شيء على المكتب ما بقي اي شيء طبعا هاي الشغلات بسيطة هادا ريموت المكيف وهذا ريموت تبع السماعات هادا هارت خارجي اذا حبيت اني انقل ملفات او حط بعض الافلام وحطها على الشاشة فبيساعدني بشكل كبير وهذا شاحن البطاريات عندي بطاريتين ه هاي عم تشحن شحنة المفروض والتاني محطوطة حاليا بالكاميرا فهذا بالنسبة له اللي هو اعلى المكتب بالنسبة لأسفل المكتب رح استعرض لكم كل شيء بكل بساطة هادا اسفل المكتب عندي ما بعرف ازا واضح عندكم بالضبط ولا لا لكن مشكلة الاسلاق عندي شبه محلولة يعني فهذا الكيس ما له واضح مية بالمية للأسف الاضاءة معاطي اضاءة ممتازة فشو رح اعملكم حركة رحشغل الفلاش من الموبايل بحس انه يعطيكم اضاءة حلوة تمام فشوفوا كيف تمام هادا بالنسبة للكيس ما بعرف ازا واضح عندكم مية بالمية بس انه كيس جدا اسطوري وحجمه جدا كبير وايضا مواصفاته رح حطه بالدسكريبشن كمبيوتر جدا خرافي وبقيت المواصفات كلها بحطه بالدسكريبشن رامات ستاشر جايجا وغيرهم من المواصفات اللي جدا رايعة طبعا شو الحلو بهذا الكيس طبعا هون في زر التشغيل شايفينه هذا الاحمر الكبير هذا زر التشغيل هنا في ثلاث ازرار هذا الزر الاول وهذا الزر التاني وهذا الزر الثالث زر الزرار هاي شو بتعم هاد بيخليك توطي المروحة. يعني انت ازا الصوت عالي بتوطي المروحة تضغط هي. بيوطي المروحة تضغط هي. بيعلي لك المروحة. يعني شوف هي. قويت المروحة على الاخير. فصوت الكيس بيصير عالي. يعني ازا كانت عم تلعب ولا شي بيمكانك تقوي المراوح. فساعتها الحرارة بتكون ممتازة. لكن انا بالوضع العادي بتخففه على الاخير. طبعا هذا الزر اللي بالنص بيخليك تشغل الاضوية الامامية للكيس. شايفين هون الاضوية الحمراء هاي. ازا ضغطته بتطفي. ازا شغلتها بتشتغل. يعني شي جدا اسطوري. فشو بيقى عنا شغلات تانية لسه ما استعرضناها. طبعا هاي قاعدة سماعات تلزاقها بأعلى المكتب. ما وعد حمية بالمية. ما معرف ليش الاضاءة شوي تعماني. فعندي سماعة الاولى. اللي هي سماعة لوجي تيك جي تسعمية و تلاتة و تلاتين. سماعة ممتازة. اللي بيميزة عن اللوجي تيك اي فورتي. انها هي وايرلس. لكن تضغط على الراس بشكل كبير. ما عجبتني. حبيت الاسترو اي فورتي بشكل اكبر. برغم من انها يعني لازم توصلها بسلك. فتقريبا هادا خسم اللي هو اعلى المكتب. ما بظن انه بقي شي تاني ما استعرضناه. يمكن هاي الاضاءة. اضاءة اسم الرينج لايت. ما بعرف ليش هيك ضربة بزيادة. خلينا نوطي الاضاءة شوي. فهي اضاءة الرينج لايت اللي بستخدمها بالمقاطع لما بيجي بصور. هيك اغلب القطع استعرضناها. لغاية الان. شو بقي كمان. لكن رح ورجيكم الشكل كيف هوني من الامام. هي الشاشتين وهي هون. انت مثلا نجالس هيك بتشوف هيك. وهون بتكون الكاميرا. المفروض الكاميرا اللي عم صور فيها بتكون على هاي الجهة. شايفين هون? في هذا تتعلق عليه الكاميرا. وبالتالي بامكانك انك تحط الكاميرا بهذا الشكل. وتصور انا وجالس. مثلا شايفين كيف? بهذا الشكل هيك تكون انا وعم صور عادة. فهذا الشكل كامل عندكم رح استعرض لكم الغرفة هيك من الخلف. وهنا طبعا حاطت المكيف. وهوني آية الكرسي. فهذا المكيف وهي الاغراض كاملة. فرح استعرض لكم شكل الغرفة هيك من الخلف كيف? وهذا كرسي ما بعرف اذا رح صيل استخدمه بالمرات الجاية ولا لا. انه كرسي حلو لونه السود وهيك. لكن هداكه حبيته بشكل اكبر. حسيته متناسب بشكل كبير. طبعا هون في مشكلة بالاسلاك ما زالت عندي. وراه ما زبطة 100% لكن بشكل عام حاولت اني حل اغلب المشاكل اللي ممكن. وهي الطاولة ايضا ممكن اني حط عليها بعض الاشياء. وهي الاخزانة والشباك وبقية الاصص هي كلها. متل ما انتو شايفين. وهون ايضا مركب بعض العوازل بالجهة العلوية. يعني كشكل عاطين شكل حلو للغرفة وهون. وايضا بهي الجهة كاملة. فهذا كان مقطع سيتهب. متل ما انتو شايفين. الحمد لله يعني سيتهب جدا رائي وعاجبني. تعرفوا اخد وقت كتير لزبطته. حاولت اني يجيب الافضل من كل شي. تمام? فسواني خليني وجه الكاميرا باتجاهي. تمام? فمتل ما قلت لكم حاولت اني يجيب الافضل من كل شي. للناس اللي بتسألني دائما تنزل مقطع سيتهب وبتطلب مني. فحاولت انا بالسيتهب تبعي اني يجيب الافضل من كل شي. يعني ممكن ما يكون الشغلة غالية لكن تكون افضل من غيرها. فانا حاولت اني ابحس عن كل شي قبل ما اجيبه. اي شيء جبته حاولت اني ابحس عنه قبل ما اجيبه. والحمد اللي حاولت اني يجيب الافضل من كل شي. فهذا كان مقطع سيتهب بالنسبة لليوم. بتمنى المقطع يكون عجبكم. وبتمنى ما نكون نسيت شي. بتمنى يعني ما نكون نسيت شي. لانه ممكن اني كنا سيان شي. ما بظن. تقريبا استعرضت كل شي عندي بسيتهب لليوم. فشكوا لكل واحد تعبع المقطع. لا تنسوا اللايك واشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين. وصلوا لعدد لايكات كبيرة اذا حابين نزلكم مقاطع من هالنوع. فشكوا لكل اللي تابعوا المقطع. اه شوفي شي تاني بدنا نقوله تقريبا خلص لغاية الهي. لغاية هيك. لا تنسوا تشتركوا بالقناة دولة زر ما رح تخسرك شي. لكن رح سعدي فيها بشكل كبير. شكوا لكل اللي تابعوا المقطع. رح حاول بالمقاطع الجاي. يعني اللي من هالنوع استعرض لكم التشيرتات اللي عندي لانه عندي تشيرتات لكل الاندية. فرح حاول اني استعرضها. فكرت اني علقها على شي حيط من الحوايط هي. لكن ما بعرف اذا رح تكون حلوة ولا لا. فشكوا لكل واحد تابعوا المقطع. فبس هذا اللي كان عندي اليوم. في امان الله. اشتركوا في القناة